بعد الثورة نجح بعض فنانين الجرافيتي في الوصول للمعارض والليجالغي باراكزامبل اسكاوان كان اول فنان الجرافيتي تونسي يفتتح المعارض متاعه في نوفمبر 2009 وبالتالي نفهمه اللي فنان الشارع تحول من فن الى مورد رزق يجاوا ناخذوا فكرة اكثر على الموضوع هذي من خلال تجربة فنان تونسي التجربة متاعي في الجرافيتي بدأت عندها 11 عام بدأت في جابس كما ليجون نتراف فيها متوا بومبا وخدمة في الشارع صحيح الناس ما تقبلش معناها الشي هذا في الشارع اما كل الامر هو هذيك المرحلة اللولة بشي يتعدى الواحد النفولي بعد حاجة اللي تخلي الجرافيتي مورو ترزق باركزامبل العباد تحب تخدم ديكوراسيون معنا سورتو توا من بعض الروفوليسيون نعرف العباد الكلة توا كي عرفت معنا الجرافيتي في تونس هتركبار الروفوليسيون كانوش لعباد تسمع بيها برشة دونك العباد الكلة تحب تعمل ديكو دي فرسك ميرال يحبوا يخدموا دي برسوناج دي حبوا يخدموا دي تاق في الرستورام تاحام لزوتال البلاي بي ستور هو الميكس نجب سمي ميكس بين الكولتور الالترنتيف وممتان مع الفي كوتيديان ماعنا اللي يشوفوا فيه معنا التونسي كفاشي عيش كل يوم كلامنا تصرفاتنا في الشارع أي حاجة البلاي بي ستور هو بروجي بدته عام سنة فما شكون معايا طفلا جخدم معايا اللي اسمه لامي مشيشي كيف كيف تخدم إلوستراسيان دونك اللي سيبورة متاعنا نحاولون نخدموا بالحاجات متاعنا التونسية فما نظرة خايبة للغرافيتي في تونس يخسلوها كان حاجات متاع شارع ومتاع تخريب واللي هو مش صحيح معناه بتاتر فما عبادة عططت عليها النظرة هذي كمان مش صحيح معناه الجرافيتي معناه حاجة تتحط على الاشيال كولتورال اللي يشيل أكتيستيك اللي يشيل معناه فما بلوزير يشيل ترجم تشوفها الجرافيتي معناه ما تشوفاش كان عبادة خارجة تبلبز معناه في الشارع أو كام